اتعلمنا زي نعمل رتريف للبرامز بتاعتنا ودي حاجة طبعا هنستخدمها كتير في الابليكيشن و دلوقتي هنتعلم عن الكويري برامتر والكويري برامتر دي حاجة احنا ممكن نحطها اما في URL هنا يعني مثلا لو روحنا هنا على اي حاجة ممكن هنا الكويري برامتر بتبقى عبارة عن علامة التعجب مثلا ممكن نقول ان mode equal مثلا editing بالطريقة دي يبقى ده كده اسمه كويري برامتر و ممكن نعمل كذا كويري برامتر عن طريق ان احنا نعمل علامة الاد او علامة الامبرسنت اللي هي دي بالطريقة دي وبعدين نزود الكويري برامتر التاني اللي احنا عايزين السؤال دلوقتي ازاي ان احنا نعمل باس للكويري برامتر ده في ال URL و ازاي ان احنا نعمل رتريف وهنتعلم برضو ازاي نحط fragment اللي هو بيبقى هاش بالطريقة دي وبعدين بنكتب الجزء اللي احنا عايزين نعمل jump للبيج بتاعتنا يعني لو في هنا مثلا هيدر معين مثلا for example header one مثلا بالطريقة دي فعايزين نعمل jump للجزء ده هنا ده كده الفريجمنت فاحنا نتعلم دلوقتي ازاي نعمل الكويري و ازاي نعمل fragment و ممكن نستخدم الهاش فريجمنت مش عشان خاطر نحنا نعمل jump و ممكن نسكرول عادي بس ممكن نستخدمه ك extra information في ال URL نقدر ان احنا نستخدمه و دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل الكويري و الفريجمنت عن طريق router link و عن طريق الكود عن طريق المسود اللي احنا استخدمناها بكده اللي اسمها navigate خلينا نبتدي من الاب موديول type script و هنيجي هنا و هنزود بوس تاني ناخد ده كده copy و نحط كده واحد تاني بس و بس المرة دي هيبقى servers dash هنعمل dynamic parameter اللي هو ال id وبعد كده هنعمل slash وهنكتب edit عشان ال url ده او البوس ده يعمل description او يوصف ايه اللي احنا بنعمله بالضبط و طبعا ال id ده هيبقى dynamic و ال component اللي هيشتغل لما او اللي هيتعمله رندر لما روح على البوس ده هيبقى edit server component هناخدها من هنا كده و نحطها بس و بالطريقة دي يبقى احنا اللينك ده هيودينا على ال component اللي اسمه edit server ال component ده طيب دلوقتي عشان اقدر ان انا اروح على ال component ده لازم هاجي هخلي في اللينك بتاعي اللي هو ال anchor tag ده هضف له ال router link بحيث ان انا لما ادوس عليه يوديني على ال component اللي اسمه edit server طيب هاجي كده بابين كسين و هنقول router link equal و هنستخدم الطريقة اللي هي بتاعت ان انا بقسم ال url عندي فاول حاجة كانت slash servers و بعد كده تاني حاجة هنقول مثلا كان ال id هنخليه بخمسة على سبيل المثال وبعد كده كان اخر جزء عندي في البوس هو edit وخلاص اشيل الاتش ريب دي مش محتاجها وطبعا ان شاء الله الفايف دي هنخليها ديامك بعد كده هنغيرها بس دلوقتي لو عملنا save وهنا وطبعا في الاب موديول عملنا في save وبعد كده رحنا على البراوزر وجينا رحنا على سيرفرز واخترنا اي سيرفر من ده المفروض يفتح الedit server component فلو جينا دوسنا على ده فعلا نودانا على ال url اللي هو server slash 5 وطبعا احنا قلنا هنخلي دي ديامك هنغيرها بعد كده وفتح لنا ال component ده لو كلهم هيبقوا نفس الطريقة بالزبط ودلوقتي خليني اضيف query parameter ده عشان استخدمه في ان انا ادسايد او ان انا اكرر السيرفر ده اقدر ان انا اغير فيه ولا لا او مسموح ان انا اغير فيه ولا لا احنا عندنا تلاتة سيرفر وخليني احط هنا query parameter عشان يقول لي ان السيرفر ده مسموح ان انا اغير فيه ولا لا ودلوقتي هروح على ال html او تمبل وهاجي هنا وسأعمل بايننج لبروبرتي اسمها query barons بالطريقة دي وسنخليها equal لjavascript object وهبوسي هنا key value pair واسميها allow edit وهخلي com to be one وهعمل save وهروح على البراوزر وهبتدي ان انا اختار من السيرفر اي واحد هلاقي ال url بقى فيه علامة التعجب هنا وقال له edit equal one وهذا كده ال query parameter وطبعا ممكن نضيف كده واحد تاني عن طريق key value pair هعمل كما هنا وازود اللي انا عايز اضيفه ودلوقتي يجي الوقت ان احنا نضيف ال fragment برضو عندي property binding لفرجمنت هنكتبها كده واقل وطبعا نعمل double quotation ونكتب اسم الفرجمنت مثلا ممكن نكتب روح على header one مثلا بالطريقة دي وهنعمل save وبعد كده هنروح على البراوزر ونبتدي نختار اي سيرفر تاني هنلاقي ان query parameter مكتوب مظبوطة اهو بعد علامة الاستفهام وبعد كده في ال hash sign والheader one ال fragment اللي احنا لسه عاملين وزي ما احنا شوفنا سهلة جدا ان احنا نزود query parameter او نعمل اضافة ال query parameter وال fragment عن طريق التمبلت بتاعتنا هنا دلوقتي هنروح ان شاء الله نعمل نفس الكلام ده بس عن طريق ال programming هنروح على home component html وهنخلي load server مثلا one بالطريقة دي وهنا برضو اسم المسود هنشيل ال s وهنضيف هنا argument اللي هو one وطبعا هنحتاج ان احنا نروح على type script file وهنبتدي هنا نزبط المسود بتاعتنا كان اسمها load server بالطريقة onload server وهنا كانت بتاخد id وهذا من type number ودلوقتي في navigate method بتاعتنا هنبتدي نعمل بوس ال id وكده الموضوع ديناميك ببقاش هارد كودين كنا قبل كده كان عبطول بخمسة لكن دلوقتي ال id اللي هنعمله بوسنج في المسود هو اللي هنضيفه في البوس وبعد كده كان في الجزء الثالث اللي هو كان اسمه edit طيب دلوقتي لسه برضو عايزين نضيف query parameter وال fragment واتعلمنا قبل كده ان navigate كانت بتاخد بعد كده argument object وكان اللي هو عبارة عن relative to استخدمناه قبل كده بس دلوقتي هنستخدم حاجة تاني اللي هو query baroms والobject ده بياخد برضو javascript object اللي هو كنا مسميانها allow edit وهنخليها ب one وهنزود في الobject ده يعني كده كده كتبت query parameter هبعد برضو حاجة اسمها الفريجمنت و الفريجمنت هنخليه ب مثلا header one بالطريقة دي او ممكن نغير في فريجمنت هنا ونخليه بهدر two مثلا دلوقتي هنعمل save هنا وهنعمل save اي حاجة احنا غيرنا فيها وهنبتدي انحنا نروح على البروزر وهنروح على الهوم كان فيه هنا load server one وهو اللي احنا لسه معدنينه هندوس عليه او نعمل click عليه هنلاقي اللي حصل عمل query parameter مظبوط اللي هو edit one و الفريجمنت بتاعنا header two وبكده يبقى احنا تعلمنا ازاي نعمل query parameter و ازاي نعمل fragment عن طريق حاجتين عن طريق javascript code او type script code زي ما عملناها في المثال الاخير و عن طريق router link زي لما كنا بنروح هنا وبنيجي ندوس على اي لينك من دول و دلواتي خلينا نتعلم ازاي نعمل retrieve ال data اللي هي query parameter with fragment المثال ترجمة نانسي قنقر